شيخنا عندي سؤالة بحد مثلثك ذكرة نقطة بأن كيف يفيد بأهل السنة بأن ينقلون روايات من أبو موسى الأشعاري وهو منافق هذا الطرق الإشكال وجدوا حتى الإشكال يطرح لنا احنا مثلا على سبيل المثال ابن عباس ابن عباس الثابت بأنه منافق فكيف بنا مثلا ننقل روايات نبوية عنه ننقل روايات عن أمير الممين صلوات الله عليه هذا الإشكال الذي نشكل عليهم كيف يأخذ الأحاديث من شخص منافق ويقول نحن كذلك أحيانا ننقل أحاديث من ابن عباس وهو مذموم عندنا وحتى من عائشة ممكن شيخنا أحيانا أي من عائشة من أبي بكر من عمر من كل هؤلاء نحن نأخذ أحيانا منهم الحديث بالمناسبة وذلك لأن الأخ صادق كان عليه أن ينتبه إلى كلامي وما فيه من قيود فأنا قلت أن المنافق الأصل رد روايته إلا أن يقترن بها جابر من الجوابر لأن أحيانا المنافق قد يصدق الكاذب أيضا أحيانا شنو؟ ممكن يصدق بس كيف نعلم أنه يصدق في هذه بالذات؟ لابد أن تحف بروايته قراء الصدق قراء خارجية مثلا تكون بحيث أننا نجد غيره يروي شيئا مثل ما يروي في نفس المؤدى مثلا يكون موافقا مثلا للسيرة موافقا للتاريخ موافقا للأصول شيئا من هذا القبيل هذا ما يتكفل به علم الرواية والدراية وكذلك علم الأصول أيضا هذا الذي نحن ندرسه وندرسه إذا أردت يا أخانا الكريم أن تعرف أن تتوسع أكثر في هذه العلوم فلك أن ترجع إلى دروسنا الحوزوية بعنوان الدروسنا الحوزوية في الرواية والدراية والرجال نعم طبعا إن شاء الله الحوز أيضا تعود قريبا هذه مشارة للأخوة المؤمنين الذين يستمعون إلينا حلما أنه ابن عباس هو يقول كيف نأخذ عنه وهو منافق ابن عباس ليس عند عموم الشيعة منافق بل عند المشهور منهم هو مؤمن وعادل طبعا مع الأسف الشديد وإنما هذا رأينا ورأي من يعتبرون أقلية في علماء الشيعة أنهم يقولون إن ابن عباس منافق هذا قولنا نحن أما عموم علمائنا يقولون لا يقولون هو مؤمن ونحن نخطئهم في ذلك النتيجة هذا رأي اجتهادي